اشتركوا في القناة ازمة كورونا وتخطي حاجز الفحص وحول اعداد الطلبات المقبولة في كندا في اخر شهرين اخواني اخواتي سوف يتم رفع فيديوهات بخصوص الهجرة واللجوء والوصول الى كندا واوروبا واستراليا ونيوزولندا وكثير من الدول بعيدا عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولكن بطرق شرعية وقانونية وامنة ومجانية وسوف يكون عدد الفيديوهات على حسب تفاعلكم معها ومشاركتها طبعا مع الاصدقاء وجميع ارقام الهواتف والفاكس والبريد الالكتروني التابع للمنظمة موجود في صندوق الوصف ولكن قبل المرسلة ارجو متابعة الفيديو الى الاخر لتصلك الفكرة بشكل اوضح اتمنى منكم الاشتراك وتفعيل الجرس ككل القنوات ليصلكم كل جديد ومشاركة الفيديوهات الجميع لتعم الفائدة اذا منظمات تساعد على اللجوء في كندا نظرا لاهمية المجتمع المدني في كندا تقوم العديد من المؤسسات والمنظمات ورعاية اللاجئين بمساعدتهم على اعادة توطينهم في كندا وهذه المنظمات تقوم بدور كبير من اجل مساعدة الحكومة الكندية في تحمل اعباء رعاية اللاجئين من جميع انحاء العالم وفيما يلي نتطرق او نبذى عن اهم منظمة تساعد على اللجوء في كندا المجلس الكندي للاجئين هو منظمة وطنية غير هادفة للربح ملتزمة برعاية حقوق اللاجئين في جميع انحاء العالم وفي كندا ايضا كملاحظة عما احبتي المشاهدين هذه المنظمة غير هادفة للربح يعني مثلها مثل اي منظمة موجودة في بلدان الاقامة الحالية يعمل على المساعدة على اعادة توطين اللاجئين والمهاجرين في كندا وقد تأسس المجلس الكندي للاجئين على عقيدة ثابتة وهي انه لكل شخص له الحق في ان يلجأ الى اي بلد غير وطنه هاربا من الادطهاد وانه يحق للاجئين طالبين اللجوء الحق في الحياة الكريمة والحقوق والحماية المنصوص عليها في الاتفاقية الوطنية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ويعمل المجلس على رعاية حق اللاجئين في كندا في الحصول على جميع الخدمات الاساسية كذلك يشارك المجلس في الفعاليات من اجل مساعدة الحكومة في اتخاذ سياسات ايجابية اتجاه اللاجئين في كندا احبتي المشاهدين جميع ارقام الهواتف الكندية والبريد الالكتروني وموقع تقديم طلب الاستمارة موجود في اسفل هذا الفيديو بإمكان اي شخص تواصل معهم بشكل مباشر عن طريق البريد الالكتروني او عن طريق الهاتف اذا اخواني اخواتي العنوان الثاني هو ارتفاع معدل معالجة طالبات الهجرة الى كندا والاقامة وعود باستقبال المزيد والهجرة الى كندا فقد تسبب فيروس كورونا في بطء كبير في عملية مراجعة طلبات الهجرة قبل ان تعود حركة نشاط العمل في مراجعة هذه الطلبات بشكل تدريجي في شهر ماي مايو وعدد المهاجرين المقبولين في شهر ماي قد ارتفع بشكل ملحوظ عن عددهم في شهر ابريل بحسب اخر احصائية لوزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية طبعا واضافت الوزارة انها عادة ما تعالج بين 25 الى 35 الف طلب هجرة شهريا لمنح اصحابها الاقامة الدائمة في كندا ولكن بسبب كوفيد 19 منحت وزارة الهجرة تأشيرة اقامة الدائمة ل4000 متقدم فقط في شهر ابريل ومايو ارتفع العدد الى 11 الف شخص حصل على حق المواطنة الدائمة في كندا اي ان الرقم تضاعف 3 مرات وحصل 3000 شخص في شهر مايو على الاقامة الدائمة من خلال برنامج مرشحي المقاطعات كما حصل اكثر من 2000 شخص على الاقامة الدائمة عبر لمب الشمل و2000 شخص اخر تم قبولهم من خلال برنامج الخبرات الكندية و1300 شخص عبر برنامج العمال المهارة وهذه الارقام تشير الى ان وزارة الهجرة تشير الى ان وزارة الهجرة تستعيد قدرتها بشكل تدريجي في مجال معالجة طلبات الهجرة كما اكد وزير الهجرة واللاجئين ان الوزارة ستعمل على استقبال مزيد من المهاجرين بعد نهاية ازمة كورونا مؤكد على الدور الذي يلعبوا المهاجرين واللاجئين في تنشيط وتنمية الاقتصاد الوطني الكندي اتمنى ان اكون قد افدتكم بهذا الفيديو وشكرا لكم على المشاهدة من قناة سويت هارت للهجرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة